هذا السائل يقول ابتليته بالسحر وأنا صابر محتسب الأجر من الله فكيف في نظركم العلاج الشرعي من القرآن والسنة وهل صبري على هذا السحر مأجور عليه صبر مطلوب لكن لا تترك السبب والعلاج لا تترك السبب المباح والعلاج المباح وتقول أنا صابر العالج واصبر توكل على الله سبحانه وتعالى نعم